اخبار اليوم اه رجع بس محدش رادي ياخده اذا بنت رايك ليه جنيل ورق احسر ولا جنيل معنا والله اللي مشوحنا بيه معانا وخلاص اه طبعا تحس لهو ليه قيمة ليه قيمة بس هو ليه قيمة جامدة حتى لما تجي تعلي ابن كده تجي له جنيه فضل و جنيه ورق عشاء الورق ليه قيمة عن فضل معايا الله هو يعني كويس الجنيل ورق كويس بس الناس تعودت على الجنيل حديد وكده وخلاص اقلمت عليه فهو عودة الجنيل ورق كويسة ورق يرجع زي ما يرجعش مش فرقة كتير ده وده ما بيتسرفوش في حاجة موجود ده هو رجع تاني فكة ازمة كان فيه ازمة في الفكة ليه بقى كان فيه ازمة في الفكة لان الناس كلها بيسغل بالفكة انا واحد من الناس لما بيكون معايا فكة كتير قوي بيبقى فيه رز اما الجنيل ورق برضو يعني فكة ازمة شوها بس من زي المعدان او كده بفيه ازمة برضو لكن لما الجنيل رجع او ده متداول اكتر من الفضل دلوقت او 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 اكيد هل فعلا ان كانت التجار بيفكوا مثلا 100 جنيه ب90 جنيه انا سمعت الكلام ده او انا سمعت ان الناس كان بتاخد يعني كتوظيفة واحد مثلا لدي واحد مثلا او 500 جنيه وبتلاع وبياخد عليه عبو او اشالوا الجنيله وفي الايام الاخرى دي من 73 كده او يعني شهر تدار تقولي شهر الجنيل فضل ده اختافة من السوق اختافة من السوق راح فين ودوب ايه مش موجود خالص محضرتك ولا الجنيه اللي رجع ده موجود يعني الجنيه هو هو بس المهم انتو تعالى شوية الجنيه دلوقتي بيجيب ايه او بيجيب ايه انت لو ديت اي عائلة صغيرة الجنيه دلوقتي يقوليك هاتي 5 جنيه